300 مليون دولار هي القيمة التي ارتفع بها عجز الميزان التجاري للجزائر منتقلا من 2.84 في السوداسي الأول لسنة 2018 إلى 3.18 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية رقم جاء عكس توقعات الجميع نظرا لجملة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لكبح فاتورة الاستيراد التي وصفت بكونها إدارية وبعيد عن المفاهيم الاقتصادية صادرات تراجعت بما يقارب 2 مليار دولار جعلت نسبة تغطيتها للواردات تتراجع بنسبة 2% وصادرات محروقات أبت أن تشد عن قاعدة الانخفاض التي ضربت معظم أرقام تجارتنا الخارجية فقررت التراجع بما يقارب المليار دولار ولأن الاقتصاد يحتاج استثمارات والاستثمارات بدورها تحتاج لتجهيزات فيكفينا النظر في أرقام استيراد بعض التجهيزات لنعرف أن الاستثمار في الجزائر هو الآخر يسير نحو السالب فاستيراد العتاد الفلاحي مثلا تراجع بأزيد من 8% أما العتاد الصناعي ففاتورة استيراده تراجعت بأكثر من 5% أرقام تصب كلها في خانة أن الاقتصاد الوطني اليوم يمر بمنطقة اضطرابات تظهر انعكاستها يوما بعد يوم وتنتقل من قطاع إلى آخر والحكومة الآن لديها رؤية اقتصادية ولا يمكن إيجاد حلول في هذه المعضلة لأن هذا الميزان التجاري أو العجز راح مربوط مباشرة بميزان مدفعاتنا ميزان مدفعاتنا الذي يؤدي إلى اختلالات مؤشرات كبرى للاقتصاد الجزائري في مختلف القطاعات وهذا ما سنشهده مستقبلا إذا لم تحل المشكلة السياسية في الجزائر والمشكلة الاقتصادية في حدث عجز الميزان التجاري يستمر في الارتفاع معلنا معه عن ارتفاع عدد المشاكل التي تتخبط فيها البلاد فكل الظروف اتحدت ضد اقتصادنا فأسعار النفط تتراجع وتصديرنا له أيضا وأرقام صادراتنا تعبر عن ضعف آلتنا الانتاجية والاستمرار في هذا النهج يترجم اقتصاديا بانهيار احتياطات صرفنا الأجنبي ومعه الاقتصاد الوطني